سعد الله أقاتكم مشاهدين الكرام عدد جديد من برنامجكم اليومي النهار تراندينغ ودائما أبرز ما يدور بمنصات التواصل الاجتماعي من سوار وفيديوهات مشاهدين الكرام عاد الأبطال كما يفضل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الجزائريين وغيرهم تسمية أعضاء فرق الإنقاذ بعد نهاية المهمة في سوريا إلى أرضي الوطن وهذا وسط إشادة واسعة بالجهود التي بدلها في الإصعاف والإنقاذ طيلة تواجدهم بسوريا طبعا وحظي فريق الحماية المدنية باستقبال الكبار أو الأبطال تقديرا للجهود التي بدلتها أفراد الحماية المدنية طيلة فترة تواجدهم بعين المكان مشاهدين نتابع الفيديو والحضرات الاستقبال ثم نعود إلى تعليقات ترجمة نانسي قنقر أكبر نقطة للفتة انتباهي وتركت أثرا في نفسي هي فرحة الشعب السوري بالبعثة الجزائرية فرحة لا توصف لدرجة أن الجميع كان التمى علينا ممكن ما فتحونا بيوتهم لأنها تعرضت للإنهيارات بسبب الزلازق لكن فتحونا قلوبها مشاهدين الكرام التعليقات جاءت كتالي محمد الذي كتب أبطال عفوا ألف تحية لرجال الدفاع الحماية المدنية شكرا الجزائر وشكرا فخامة الرئيس عبد المجي تبون الجزائر وسوريا قلب واحد تحية جزائر وربي يشفي سوريا الجريحة تعليق آخر كتبت ما شاء الله شرفتونا يا شجعان الجزائر ربي يجعلها في ميزان حسناتكم وربي يحفظكم ويصدخوتكم تحية بلادي الحبيبة الجزائر ورئيس الجزائر وشعب الجزائر الحبيبة تعليق آخر كتب من سوريا كل الحب والاحترام والتقدير للبلد الشقيق الجزائر صالح أيضا كتب شكرا من القلب لرجال لشهامة الأبطال بارك الله فيكم من السحل السوري أقدم لكم كل الحب والاحترام تعليق آخر كتبت علي عودة ميمونة إلى الأم الكبرى اسمها بلادي الجزائر مشاهدين كانت هذه أبرز تعليقات والآن ننتقل بكم إلى موضوعنا الثاني وإلى الهاشتاغ الثاني طبعا جسد الشعب الجزائري لمرة أخرى اسم قيم معاني التضامن وعمل خير بعدما بهبت رجل واحد لمساعدة طالبة من ولاية التيارت بعد تعرضها للسرقة بولاية الجلفم وهذا من أجل شراء لها هاتف نقال جديد هي استجابة واسعة وردت فعل لم تكن متوقعة رسمت مرة أخرى أسمى صور عمل خير بين أبناء الشعب الجزائري وكما كان أقول متوقع لبا الجزائري هنا نداء لتعود البسمة وترتسم من جديد على الطالبة لنتابع معا ثم نعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مشاهدين الكرام التعليقات بخصوص الفيديو ياسين كتب جزاكم الله وخير خوتنا يرزق من حيث لا تحتسب ويعودك خير مما فقد أحسن الظن بالله العزيز القدير تعليق شعيب كتب جلفة رجال ونعم الرجال الحمد لله إلى غاية هذه الساعة لم نرى منهم سوى المواقف النبي الله ربي يحفظهم ويبارك فيهم ويرزقهم من واسع فضلوا تعليق سيدعلي الذي كتب والله ناس الجلفة الناس ما شاء الله ناس الجود والكرم عاشرناهم وعشنا معهم والحمد لله جامد حسب روحك بالراني عليهم صالح تفيق الذي كتب معروفين أهل ذو الجود والكرم ربي يحفظكم قمتم بالواجب تعليق آخر من صفيان الذي علق عندما يأمر الخلق بتعويض المخلوق تتحرك له كل جيوش الأرض جزاكم الله خيرا إذن مشاهدين الكرام وفي كل مرة تفاجئنا الأعمال الخيرية عند الشعب الجزائري تصرفات وأعمال إنسانية تصنع الاستثناء وثناء دائما ورغم كل هذه المظاهر والسلوكيات التي تبعت على الافتخار إلا من جهة أخرى أو إلا أنها على جهة مقابلة هناك مظاهر باتت تشوه المجتمع ومثال هذا الفيديو محاولة سرقة سيارة على المباشر والسارق يصنع الحدث على الفيسبوك بالضبط بولاية وهران نتابع ثم نعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر